وفي جولتنا دوما آخر وأهم ورد في الصحافة الصادر اليوم من موضوعات ومقالات وتحليلات واسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوفنا الكرام من لندن أرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ محمد مشرق ومن الجزائر أرحب الأستاذ حدة حزام الكاتبة الصحفية في جولة اليوم نتابع هذه العنوين التايمز تقول إن الانقسامات الأوروبية تهدد محادثات السلام الليبية الفاينانشال تايمز ترى أن بريطانيا أصابت عندما توجهت نحو أفريقيا نيوزويك تتحدث عن تقرير مخابرتي حول هجوم محتمل على قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا إلى تفاصيل جولتنا الصحفية والبداية من صحيفة التايمز التي نشرت تقريرا بقلم ريتشارد سبينسر عن الانقسامات الأوروبية وتأثيرها في محادثات السلام الليبية يذكر الكاتب أن زعماء العالم حذروا من خطر أن تتحول ليبيا إلى سوريا ثانية إذا ظلت الدول الأوروبية منقسمة فيما بينها إزاء اتفاق سلام لإنهاء النزاع الذي أصفر عن مقتل الألاف يقول الكاتب أن فرنسا عقدت المسألة عندما قررت دعم حفتر في حين يدعم الاتحاد الأوروبي الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة إلى لندن مرة أخرى فأجد التحية للأستاذ محمد مشارقة أستاذ محمد في الواقع ما أشرت إليه التايمز عن انقسامات أوروبية كان موجودا بدرجة أو بأخرى من خلال أراء المحللين ومن خلال مقالات الرأي في الصحافة الغربية من قبل انطلاق المؤتمر بالأمس فهل تعتقد أن مخرجات المؤتمر أيدت أو تؤيد هذه الفكرة أن فعلا هناك انقساما أوروبيا حول طبيعة الحل في ليبيا يعني دعنا نقول أن هذا الاجتماع ب11 دولة وحضور الجوار العربي وكذلك روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا هذا الحضور الدولي الكثيف والإقليم الكثيف حول الموضوع الليبي يؤكد على أن هذه الدول عمليا قد قررت مرة أخرى أن تولي هذا الملف اهتماما جديدا باعتبار أن استمرار الأزمة الليبية وهذه الحروب والتدخلات الإقليمية الخارجية وتحول الساحة الليبية إلى ساحة مرتزقة من كل الأطراف من كل الألوان اللي العبث بالموضوع الليبي بالتالي هذا يؤثر على ليس فقط الأمن الإقليمي بالأمن الدولي أيضا لأنه ليبيا باتت الآن ليس فقط مرتع لقوى إرهابية متطرفة بل أيضا يعني ممرا للهجرات الأفريقية باتجاه أوروبا وبالتالي مرة أخرى بعد فشل الاتفاق الذي كان يوم 16 يعني كان يقضي بعقد مؤتمر للسلام بموافقة كل الأطراف ب16 مارس آذار العام الماضي لكن ذلك فشل ذريع بعد انفجار الوضع وتقدم قوات حفتر نحو العاصمة الليبية طرابلس وبالتالي عمليا العالمي مرة أخرى يعيد الاجتماع من أجل وقف هذا التدهور لكن في ظروف مختلفة فقد تقدمت قوات حفتر على مشارف العاصمة الليبية ما زلت مهتم أن أعرف سيد مشارقة هذه الجزئية مهمة بالنسبة لنا في تحليل هذا الموضوع كان هناك مفهوم انقسام قبل المؤتمر هل ما زال هذا الانقسام موجودا وفق ما خرج به المؤتمر من توصيات أو نتائج يعني هذا الآن هو امتحان للإرادة الدولية وإرادة الأمم المتحدة ووزنها وثقلها فكل نتائج متوبرية تحول الآن إلى مجلس الأمن لإقرارها وتحويلها إلى قرارات لأنه في المقدمة والديباجة وكذاك في التوصيات هناك إشارة إلى بمعنى كل جهود الأمم المتحدة السابقة لكني أقول أنه هذا هو امتحان الآن لمصداقية العالم تجاه الأزمة الليبية لأن الأزمة الحقيقية هي أن الدول الأوروبية فرنسا وإيطاليا وكذلك بريطانيا بكل صراحة تشتري النفط الآن بتسعة عشر من الفصائل المسلحة بتسعة عشر دولار للبرميل في الوقت اللي سعره تقريبا يصل إلى سبعة وستين دولار للبرميل فهي مستفيدة من الأزمة الليبية ولا أحد يهتم لا لليبيا ولا لعدد الكبير ودمار الليبيا وعدد كبير من القتلى والضعوة والجرحة والمشردين إلا هم يهتموا فقط بمصالحهم هل بات استمرار تفجر هذا في ليبيا يهدد المصالح الأوروبية ذلك هو السؤال أستاذ حدة ضيفة الصفحة الأولى من الجزائر أنتقل من المتابعة العالمية والاهتمام الأوروبي بالوضع في ليبيا إلى هكذا ينتقل الكاتف وقع الأمر هو بيرى أن حظوظ التوصل إلى أي اتفاق سلام أو تسوية ضئيلة ما دم تقوات الأجنبية منتشرة بالبلاد هو وصل إلى هذه القناعة وفقا لهذا السيناريو يقول أن السراج بيعتقد أن الدعم العسكري التركي سيمكنه من رد هجوم قوات حفتر وكسب دعم الأمم المتحدة أيضا لحكومة الوفاق الوطني أما حفتر فيرى الكاتب أنه لا يرى سبب للتراجع هو يسيطر على أغلب مناطق البلاد وبيقف على أبواب العاصمة فتعليق حضرتك على هذا السيناريو وفقا للكاتب إيه أعتقد أن هذا السيناريو أبشع السيناريو يخص ليبيا لأن كلا الطرفين يعتمد على الخارج لفرض منطقه وفرض حله للأزمة الليبية حفتر يعتمد على روسيا ومصر والإمارات ولديها هذه الدول لديها مصالح لا تعنيها مصلحة أو أمن أو سلام ليبيا بقدر ما تعنيها مصالحها والإبقاء على مصالحها في ليبيا ونفس الشيء بالنسبة للسراج الذي منح بلاده وضع بلاده وأمنها ومصيرها بين يدي تركيا وتركيا تؤكد على لسان رئيسها أنها لن تنسحب ولن تتوقف عن دورها في ليبيا إلا إذا ضمنت مصالحها وكل حل خارج تركيا يرفضه أردوغان وهذا يعني أبشع شيء تعيشه لحاليا ليبيا بينما الحل مثلما المقاربة الجزائرية وما أكد عليه الرئيس الجزائري هو الحل وهو تقريب وجهات النظر والجلوس إلى طويلة الحوار وإيجاد حل يعني يضمن الأمن وآمن الليبيين ويضمن مصالح الليبيين ويعني إبقاء مصالح الليبيين وثرواتهم بين يد الليبيين بعيدا عن كل الأطماع عن أطماع التركيا وعن أطماع المصرية وعن أطماع كل البولان لأن الأولوية هي ضمن سلم اسمحي لي أن ننتقل إلى قراءة أخرى في موضوع آخر حول عنوان استثمار في المستقبل هكذا نشرت صحيفة فينانشل تايمز مقالة افتتاحية تقول فيه إن بريطانيا أصابت عندما توجهت نحو أفريقيا وتذكر الصحيفة أن 15 من قادة الدول الأفريقية سيحضرون افتتاحها قمة لاستثمار البريطانية الأفريقية في لندن وهو رقم مهم ولكنه بعيد عن قمة الصين أفريقيا التي جمعت في العام 2018 نحو 50 دولة أفريقية تضيف الفينانشل تايمز أن بريطانيا متأخرة في تعاملها مع الدول الأفريقية مقارنة بالصين وفرنسا سازم شرقة يعني هكذا المقال يختتم أن بريطانيا جاءت متأخرة بعض الشيء فهل فعلا بريطانيا تأخرت في التعامل مع الدول الأفريقية إذا ما قرنت بفرنسا والصين كما تقول الفينانشل تايمز يعني بالتأكيد هي متأخرة وذلك هذه الصحوة المتأخرة البريطانية مرتبطة الآن بمشروع الخروج من الاتحاد الأوروبي وبدأ العقل البريطاني في التفكير في مصادر أخرى وعلاقات تجارية أخرى في قارة فيها 54 دولة وهي ناهضة وهناك وقائع مبشرة على الأقل في خمسة أو ست دول لأن مستوى التطور والنمو فيها عالي وهناك مكافحة جدية للفساد وبالتالي باتت القارة الأفريقية محط أنظار ليس فقط بريطانيا بل العديد من الدول لكن أنا سأذهب إلى مذهب آخر إلى أن أوروبا عمليا التي ظلت تفكر بعقلية الاستعمارية القديمة في النظرة للقارة الأفريقية الآن تستفيق على أن القارة الأفريقية باتت مسرحا خاصة دول الشمال دول بمعنى جنوب الصحراء الكبرى يعني نتحدث عن غرب بحيرة الشاد وصولا إلى ذكار مرورا بالنيجر نيجيريا مالك وساحل عاج كل هذه البلدان الآن باتت مهددة في حملة بمعنى في توسع قوى الإرهاب وخصوصا داعش والقاعدة داعش الآن بعد انتقالها عبر ليبيا من سوريا والعراق مرورا بتركيا الآن تقيم قواعد وكل التقارير تقول بأنه باتت هذه المناطق مسرحا لإقامة إعادة تأسيس الدولة الداعش الدولة الإسلامية في أحدى البلدان الأفريقية بمعنى في النيجر أو في مالك وبالتالي هناك مخاطر جدية على القارة الأفريقية وعلى الأمن الإقليمي والأمن العالمي وبالتالي هذه القمة قمة الأفريقية البريطانية الآن رغم أنها صحوة متأخرة لكنها تدق نقوس الخطر حول مستقبل أفريقيا إذا ما استمر التجاهل والتعامل الأحادي فقط التجاري الضيق مع القارة الأفريقية وصلت الفكرة أستاذ حدة في نفس الموضوع الصحيفة تقول أن العلاقات مع الدول الإفريقية ستكون منسجمة وهنا الأهمية في الصياغة الخبر أو في المقال مع توجه بريطانيا الاقتصادي والتجاري بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي هل فعلا ذلك يعني هذه وجهة النظر فعلا هي الواقعية التي ترى فيها بريطانيا اهتماما بإفريقيا وسبب وراء هذا الاهتمام؟ في الحقيقة أنا لست متابعة لموقف بريطانيا الجدي من إفريقيا لكن بالنسبة لإفريقيا هناك كل الجميع يغازل إفريقيا والجميع يريد بسط يده على ثروات إفريقيا وخاصة فرنسا لأن الآن الشعب الإفريقي كل الشعوب الإفريقية حاليا استفاقت وفهمت أن الجميع يريد ثرواتها بينما يبقي الشعب الإفريقي في مواجهة الأمراض والتمزقات والحروب وفي مواجهة داعش حتى البلدان العربية وخاصة البلدان الخليج منذ ستة سنوات نظمت مؤتمر عن الاستثمارات في إفريقيا لكن حتى الآن لم نشاهد هذه الاستثمارات ولم تدخل البلدان الخليج بثقالها المالي إلى إفريقيا بينما ما زالت فرنسا تعيث فسادا في إفريقيا تدعم الإنقلابات وتدعي أنها تريد الخير لإفريقيا لكنها ما زالت تعاملها بعقلية المستعمر السابق حتى النظام المالي هي الذي تقرره وتقرر كل نوع الاستثمارات التي تقسم إفريقيا وتعرق الاستثمارات الإخرى مثل روسيا والصين حتى الصين الآن لديها إطماع في إفريقيا وهي إطماع مشروعة أستاذ مشارقة في نفس الموضوع قبل أن أخرج الفاصل وسريعا إذا تكرمت في إجابتك حول هذا الموضوع أنت مزجت بين السياسي والاقتصادي في الأمر أنت حدثت عن تخوف ربي من ظاهرة الإرهاب لكن العنوان العريض هنا في هذا الاجتماع فكرة الاستثمار في المستقبل وربما الحديث عن الاقتصاد كان هو الجانب الأوفر فهل فعلا هنا السياسي مختلط بالاقتصادي في هذا المؤتمر فعلا؟ يعني بدون أدنى شك شوف الآن بريطانيا كل التقديرات بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 من يناير هذا الشهر يعني بعد أيام ستبدأ الإجراءات والمفاوضات الجدية لكيفية الانفصال لكن كل التقديرات البريطانية تقول أن بريطانيا ستواجه أزمة اقتصادية حادة في المدى المنظور بمعنى أنها تريد الآن أسواق جديدة أنها تريد الآن طمأنة الرجال أعمال البريطانيين الذين عمليا كان جزء من استماراتهم المالية والصناعية والتجارية مع القارة الأوروبية وكذلك لديهم علاقات أخرى الآن تريد أن تقول لهم أننا الآن سنضمن لكم على قل انفتاحا على أفريقيا وغيرها لكن ذلك جاء متأخر جدا فالصينيين لديهم 2 مليون عامل صيني الآن هناك وفي كل الدول الأوروبية وأي عطاء يطرح في القارة الأوروبية في أي دولة تكسبه الصين وبالتالي التنافس الآن ليس سهلا للبريطانيين الذين يستفقون دائما متأخرين ابقى معي أستاذ مشارقة تفضلي بالبقاء معي أستاذ حدة سوف نذهب إلى فاصل قصير بعد ونعود إلى نيوزويك التي تحدث عن هجوم إرهابي محتمل على إحدى القواعد العسكرية في ألمانيا تفاصيل هذا الخبر بعد فاصل قصير أهلا بحضراتكم مرة أخرى لمتابعة القراءة والتحليل في الصفحة الأولى إلى مجلة نيوزويك الأمريكية نطالع تقريرا بعنوان القوات الأمريكية في خطر تقرير مخابرتي حول هجوم محتمل على قاعدة عسكرية في ألمانيا يقول التقرير تلقت الولايات المتحدة تحذيرا مخابراتيا بالتخطيط لهجوم وشيك محتمل ضد أفرادها العسكريين المتمركزين في ألمانيا وذلك وفق مصادر لمجلة نيوزويك وذكر مصدر المعلومات أن الهجوم سوف ينفذه متطرف أردني غير معروف موجود حاليا في ألمانيا بالقرب من إحدى القواعد العسكرية أستاذ حدة مثل هذه النوعية من الأخبار والتقارير في الأغلب الأعم تصرب إلى الصحف من أجهزة الأمن فإلى أي درجة تعتقد أن هذا الموضوع هذا الخبر في سياقه تماما هل فعلا هناك تهديد وما الغرض من نشر مثل هذه النوعية من الأخبار برأيك أنا في الحقيقة لم أتابع هذا الخبر بالتحديد لكن أعتقد أنه هناك محاولة لتوجيه وجهة الرأي العام عن ما يحدث في المناطق أخرى خاصة مثل ما يحدث في ليبيا وما يحدث في إيران وأعتقد أن أيضا أن وجود قاعدة عسكرية أمريكية الآن في ألمانيا أعتقد أنه لا مبرر له لأن ألمانيا لم تبقى تلك الدولة العدوانية التي عقبت بعد الحرب العالمية الثانية أعتقد أنه لكل ولد الآن له الحق في السيطرة على كامل ترابه وفي حق رفضه للقواعد العسكرية لأن وجود قواعد العسكرية في ألمانيا وفي جهات أخرى هو بسط الهيمنة الأمريكية على مناطق العالم على أوروبا وعلى شمال الإفريقية وعلى شرق الأوسط وهذه كلها لا تخدم السلام لكن أستاذ حدل لابد هنا من الإشارة أن هذا يكون بالتوافق بين الدول وبالتأكيد المنة ليست مجبرة لكن في إطار التفاهمات المختلفة أعتقد هذا هو المفهوم أستاذ مشارقة في لندن بالتالي السؤال هل هناك مقاطر حقيقية فعلا تستهدف القوات الأمريكية في ألمانيا أو في أوروبا بشكل عام؟ كل ذلك هو من تداعيات اغتيال قاسم سليماني الرجل الإيراني القوي الذي كان يدير كل الجماعات المسلحة من بغداد إلى سوريا إلى لبنان إلى غزة إلى اليمن كلها كانت بيد هذا القائد الذي تم تصفية اغتياله وبالتالي لكن ردود الفعل الإيرانية والتطمينات التي قدمت بمعنى أنه إحنا سنلتزم بحدود معقولة وبالتالي باتت التقديرات التي تلت هذا الاغتيال والتهديدات والتهديدات المضادة يعني معنى لها سقف أنها لن يتهدد العمنين القوميين الأمريكي أو الإيراني لكن في البال دائما يجب أن نأخذ أن إيران تملك جبهة عريضة باسم الجبهة العالمية للمقاومة وفيها طيف واسع من القوى المسلحة السنية والشيعية المنتشرة في العالم وكذلك اليسارية والقومية العربية حتى نأخذ ذلك من الاعتبار هناك صف واسع من القوى التي اجتمعت في طهران وبالتالي كلها الآن تحت بند مقاومة الاستعمار والإمبريالية والصحيونية كلها ستكون بمعنى مستنفرة لأنها تمول وتسلح وتعد وتدرب من قبل الإيرانيين لهذه الأيام وبالتالي بالمنطوق الأمني بالتأكيد والمتحدة ستبقى الآن أي إشارة أي معلومة تضعها بمعنى إلى الدرجة الحمراء أو درجة المخاطر ولكني لا أتوقع أن هناك بمعنى عمليات كبرى ستحدث ضد المواقع الأمريكية أو الشخصيات أو المؤسسات الأمريكية في العالم بل محصورة هنا وهناك بما ستقوم به وصلت الفكرة الجبهة المساندة للإيران في العالم العربي في خبر لافت في واقع الأمر موجود في صحيفة نيويورك تايمز هي أعلنت أنها تدعم المرشحتين الديمقراطيتين للانتخابات الرئاسية عضوي مجلس الشيوخ إليزابيس وورن وإيمي كلوبوشار وضحة أنها لم تتمكن وللمرة الأولى من حصر تأييدها بمرشح واحد ولتبرير اختيارها المرشحتين الديمقراطيتين التي تقدمان برنامجين مختلفين جدا أكدت الصحيفة العريقة أنها تريد الجمع بين خيار راديكالي تمثله وورن وآخر واقعي تجسده كلوبوشار وضافت الصحيفة في افتتاحياتها أن جدلا مهما يجري حاليا بين هاتين الرؤيتين التي يمكن أن تحدد مستقبل الحزب وربما البلاد أستاذ حدة في نيورك تايمز تقول أنها لم تتمكن وللمرة الأولى من حصر التأييد في مرشح واحد وبرر ذلك كما تبعتي ماذا يعني ذلك برأيك؟ أعتقد أنه سنة 2008 أيضا كان هناك صراع محتدم بين أوباما وبين هيلاري كلينتون وانتهى باختيار أوباما وربما أحسن الحزب الديمقراطي الاختيار لأن هيلاري مثل ما رأينا سنة 2016 لم تكن موفقة وهي أيضا طروحاتها أقرب كانت للحزب الجمهوري على طروحات الحزب الديمقراطي الآن الحزب الديمقراطي مجبر على إيجاد شخصية قوية تكون ليست لديها يعني الكراهية والعدوانية التي حملها ترامب للعالم العربي ولإيران ولفلسطين عليهم أن يجدوا مرشح أقرب لطروحات المطروحة حاليا في الشرق الأوسط وحلول السلام التي يطالب بها الشرق الأوسط وأيضا شمال إفريقيا لأن سياسة أوباما كانت سياسة فضيعة لهذه المنطقة وتهديده بحرب في إيران ونقل ثفارة بلاده إلى القدس كانت كلها ضد مصالح الدول العربية وهذا مرفوض جملة وتفصيل سازم شرق في تبريرها اختيار المرشحتين التي تقدمان برنامجين مختلفين جدا أكدت الصحيفة أنها تريد الجامع بين خيار راديكالي تمثل وارد وآخر واقعي هكذا تقول تجسده كلوب شار فما يعني ذلك؟ المرء يحتار هل هم مع خيار الراديكالية أم مع الواقعية؟ أنا في تقديري يعني هذا جدل نخبوي لا علاقة له بالواقع فممثلي التيارين داخل الحزب الديمقراطي جو بايدن اللي هو ابن المؤسسة السياسية الأمريكية وكذلك الديمقراطية والآخر هو بيرني ساندولز اللي هو الراديكالي اللي هو ضد المؤسسة والذي يعني يتمتع أيضا بشعبية فالبحث الآن عن اسمين آخرين خارج هذان التيران العريضان داخل الحزب الديمقراطي يدل كذلك على أزمة داخل الحزب الديمقراطي خاصة وأن جو بايدن ما زال يتمتع بمعنى في المقدمة استطلاعات الضائية داخل الحزب الديمقراطي أي بمعنى أن عقلية المحافظة داخل الحزب الديمقراطي ما زالت هي السائدة وهي التي عمليا مكنت ترامب من الفوز وكذلك نحن أمام أزمة اقتصادية عالمية لن تنجو منها الولايات المتحدة قادمة كل التقديرات تقول نحن أمام موجة كساد عالمي كبير ستحمل مرة أخرى التيار الشعب واليميني الذي يقود ترامب مرة أخرى كل التقديرات تقول نعم أستاذ محمد نحن أمام تغير راديكالي وتجربة بريطانيا مع حزب العمال وضحت الفكرة أنه الحزب الأكبر في أوروبا وقت انتهى للأسف الشديد أستاذ محمد مشارقة أشكرك شكرا جزيلا ضيف الصفحة الأولى من لندن وشكر موصول لضيفتنا من الجزائر أستاذ حد حزام الكاتبة الصحفية شكرا لكم وشكر موصول لحضراتكم للمتابعة الكريمة فيبقوا دون في أمان الله وإلى الملتقى